الشرق الأوسط إلى أعصار هارفي الذي ضرب الولايات المتحدة الأمريكية وهنقر من واشنطن بوست توقعات بإجلاء 30 ألف شخص بسبب أعصار هارفي في أمريكا حيث رصدت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الخسائر الناجمة عن أعصار هارفي بولايات تكساس الأمريكية مشيرة إلى أن أكثر من 30 ألف شخص قد يضطرون إلى النزوح من منازلهم إلى ملاجئ مؤقتة إثر استمراره طول الأمطار الغزيرة وتدفق مياه الفيضانات قلت الصحيفة في تقريرها أن الظروف الإنسانية تدهرت في تكساس بشكل كبير وأشارت إلى أن متوسط هطول الأمطار في المنطقة لمدة عام كامل شهدت الولايات في غضون بضعة أيام فقط جراء إعصار هارفي وهو أقوى إعصار ضرب الولايات المتحدة خلال السنوات الاثناشر الأخيرة نقلت الصحيفة عن ويليام برو مدير الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ قوله أن أكثر من ثلاثين ألف شخص قد يضطرون إلى النزوح إلى ملاجئ مؤقتة بسبب سوء الأوضاع في الولاي ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في وقت مبكر أمس أن أجزاء من مقاطعة هاريس الأمريكية التي تقع في نطاقها مدينة هيوستين كانت قد تعرضت لهطول أمطار بغزارة على مدار 72 ساعة فاتت وذكر أنه من المتوقع أن يصل نهر برازوس الذي يمتد إلى جنوب غربي هستين إلى مستويات قياسية في الأيام القادمة وظهرت النماذج الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن النهر ارتفع لتسعة وخمسين قدم بحلول يوم الثلاثاء وتجاوز الرقم القياسي السابق وهو أربعة وخمسين فاصل سبع من عشر قدم كما أفاد المرصد نفسه أو المصدر نفسه أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم أمس الأول بسبب هذا الآثار أكد مسؤولون محليون أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في أعقاب الآثار ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من الوفيات مع تراجع منسوب المياه عقبت الصحيفة أن الحصيلة النهائية للآثار وما عقبه من أمطار غزيرة وفيضانات هي نزوح نحو 500 شخص حاليا في ملجأين في دولاس على بعد 240 ميل من مدينة هيوستين بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا بالولايات الأمريكية تكساس